نشرة الأخبار من القناة الوطنية الأولى نستهلها بالعناوين الأوضاع الأملية والعسكرية المحلية والإقليمية أبرزوا محاور اجتماع المجلس الأعلى للجيوش بإشراف رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المراقبون العموميون يؤكدون ضرورة توحيد الهياكل الرقابية ثلاثة في تونس لضمان عدم تشتيت مهامها وتكريس استقلاليتها معارضة شديدة في الأمم المتحدة وانتقادات أوروبية لتحول الموقف الأمريكي من المستوطنات مرحبا بكم أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم بقصر قرطاج على اجتماع المجلس الأعلى للجيوش وتطرق الاجتماع إلى مستجدات التعاون العسكري مع عدد من البلدان الشقيقة والصديقة استعرض اجتماع المجلس الأعلى للجيوش المنعقد اليوم بقصر قرطاج بإشراف رئيس الجمهورية قيس سعيد القائد الأعلى للقوات المسلحة استعرض الأوضاع الأمنية والعسكرية المحلية والإقليمية ما تبذلونه من جهود في كافة جارب الحياة الفدنية ولكن الدفاع عن تونس سيسجلوا التاريخ بأحرف من ذهب القدرات الجيش الوطني ليست فقط في المعدات ولكن في الإيمان العميق الذي يصدر عن شعور عميق بالمسؤولية لمواجهة كل الأخطار كما تطرق الاجتماع إلى مستجدات التعاون العسكري مع عدد من البلدان الشقيقة والصديقة المهم في هذا الجانب هو أن تكون المعنويات دائما مرتفعة وهي مرتفعة وستزداد ارتفاعا وقوة وشموخا وهذا بما ستوفر لديكم من أمكانيات ومن عتاد إن شاء الله في المستقبل بناء على طلباتكم وبناء على ما تحتاجونهم هذا وأثنى رئيس جمهورية بهذه المناسبة على مجهودات كافة القوات المسلحة لتأمينها مختلف المحطات الهمة التي عشتها تونس كما أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد بقصر قرطاج على موكب تسليم أوراق اعتماد سفيرين جديدين لتونس وهما طارق بن سالم سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية لدى فيدرالية روسيا وبرهان الكامل سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية لدى جمهورية باكستان الإسلامية وأكد رئيس الدولة بالمناسبة على أهمية الدبلوماسية التونسية في دفع التعاون مع البلدان الشقيقة والصديقة خدمة للأولويات الوطنية وحضر الموكب كاتب الدولة للشؤون الخارجية صبر باشتوبجي المكلف بتسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي دار الضيافة بقرطاج يواصل رئيس الحكومة المكلف لحبيب الجملي مشاوراته المغلقة حول تشكيل الحكومة الجديدة مع ممثلية الأحزاب السياسية وعدد من الشخصيات الوطنية تفاصيل هذه اللقاءات في التقرير التالي عقب لقاء جمعه رفقة عدد من قيدي الحزب رئيس الحكومة المكلف لحبيب الجملي قال رئيس حركة مشروع تونس محسن مرزوق إن حزبه غير معني بالمشاركة في الحكومة المقبلة ولكنه معني بالمسار الحكومي في مجمله وكل ما يهم البلاد أفضل أنه تتعمل الحكومة على أساس الكفاءة والفاعلية ومش بالضرب المحاصة وتكون ثم قوة الشخصية في فرضها على أساس أنه هذه هي اللي هي تعبر على رؤية وعلى برنامج مجموعية أعتقد أنه هذا هو السبيل الوحيد والأسلم لمن يريد أن ينجح في المقابل أكد رئيس حزب الرحمة سعيد الجزيري إثر لقاء جمعه وقياديين من الحزب برئيس الحكومة المكلف أكد أنه سيشارك في الحكومة إذا دعي لها عندنا كفاءات في حزب الرحمة نحن مقدمون للحكومة إذا كان الباب مفتوح نعم الوزارة نحن القاعدين نعمل عليها في حزب الرحمة ووزارة الصح لأن وزارة الصحة مايش ووزارة السيادية ولكنها السيادية للشعب نحن ما نضد حتى حزب كل حزب مهما كانت الإيديولوجيا متاعه عنده فكرة تنجح تونس أنا معاه وأفد أمين عام حركة نداء تونس علي الحفصي بأن لقاءه مع رئيس الحكومة المكلف لم يتناول مسألة تشكيل الحكومة غير أن حزبه مع إرساء حكومة كفاءات وإصلاحات مبدئيا مع أننا حتى تحفظ وما وجودنا اليوم هنا إلا مستعدين للحوار البرنامج ما زلنا ما طلعناش عليه أما ثم خطوط عريضة طلعنا عليها تبقى بالنسبة للمشاركة من عدمها ما زلنا ما قررناش لحقيق من جهته أكد رئيس النقابة الوطنية لصحفيين التونسيين ناجي لبغوري إثر لقائه برئيس الحكومة المكلف أكد أن النقابة قدمت للجمل الحلول التي ترى أنها تضمن ديممة المؤسسات الإعلامية إلى جانب عدة مطالباتهم القطاع المطلب ومطلب أولوي يجب أن قادم مؤسسة المصادرة لنا لنعرف ما سيرها لم نعرف مصير شمس لم نعرف مصير الزيتون لم نعرف مصير الصباح هذا مستعجلة بالنسبة لنا المؤسسة المصادرة ثاني حاجة هو أنه ضرورة أنه القضاء على هذه الشاشة التشغيل ضرورة أنه حفظ كرامة صحفين من خلال تطبيق الاتفاقية المشتركة التي تم أنضعها كما كان لرئيس الحكومة المكلف لقاء مع الأمين العام لحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي لمرايحي لقاء اكتفى بعده لمرايحي بتصريح مقتضب الانتباع العام الذي حصل هو كان الله في عون نيناء وفي عون تونس وأعلن الصحفي والمحلل السياسي سلاح الدين الجورشي عقب اللقاء الذي جمعه بالجملي أن تشكيلة الحكومة المرتقبة قد بدأت تتوضح لدى رئيس الحكومة المكلف دون تحديد الأطراف المشاركة فيها واعتبر الجورشي أن الفيتو الذي ترفعه بعض الأحزاب قد يمثل إحدى العقبات التي واجهها الجملي هناك أحزاب استعملت لغة الفيتو ومع أن هذه الأحزاب وقاداتها يعرفون نتائج الانتخابات يعرفون التقارب المستوى يعتبرون بأن تشكيل حكومة بناء على هذه الآتة يصبح عملية مستحيلة وتعجيزية ومع ذلك يقول بأن هناك أمل هذا ومن المنتظر أن يواصل رئيس الحكومة المكلف مشاورته غدا مع قيادات المنظمات الوطنية قدم رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبي البافون ونائبه فاروق بعسكر التقرير النهائي للانتخابات البلدية لسنة ثمان عشرة وألفين قدمه للرئاسات الثلاثة التقى رئيس الجمهورية قيس سعيد بقصر قرطاج رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبي البافون ونائبه فاروق بعسكر لقاء قدم خلاله لرئيس الجمهورية تقرير الهيئة المتعلقة بالانتخابات البلدية لسنة ثمان عشرة وألفين وعرضنا عليه أعمال الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لقادم الأيام حيث ينتظرنا إنجاز عدد خمسة انتخابات بلدية جزئية وأيضا نحن بسدد إعداد التقرير الخاص بالانتخابات التشريعية والرئاسية والذي من المنتظر تقديمه خلال الشهرين القادمين للرئاسات الثلاثة كما سلم رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ونائبه هذا التقرير إلى رئيس مجلس نواب الشعب رسل غنوشي في قصر باردو وتناول اللقاء أهم الاستعدادات للمحطات الانتخابية للفترة المقبلة منها تنظيم انتخابات جزئية بخمسة بلديات نهاية شهر الجام في المقبل أنه عانا خمسة بلديات خمسة مجلس بلدية قد حلت ونحن الآن بسدد استقبال الترشحات في البلديات هذه وهي كل من بلدية رقادة من القروين عانا بلدية الدندان والبطان وأيضا قصيبة الثريات في سوسا ونفزأ ببيجة خمسة بلديات اليوم بدأت الترشحات من نهار 18 إلى يوم 25 وإن شاء الله الانتخابات متاحهم بشتسير نهار 26 جامفي بالنسبة للمدنيين و25 جامفي بالنسبة للأمنين والعسكريين وبقصر الحكومة بالقصبة سرما رئيس الهيئة ونائبه التقرير النهائي حول الانتخابات البلدية لسنة 18 وألفين إلى رئيس الحكومة المكلف بتصريف الأعمال يوسف الشاهد في شأن البرلماني انطلقت اليوم اللجنة الوقتية المخصصة لدراسة مشروع قانون المالية التكملي ومشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 20 وألفين انطلقت في اجتماعاتها وذلك قصد المصادقة على المشروع في الآجال القانونية العاشر من ديسمبر هو آخر أجل للمصادقة على مشروع قانون المالية القادم الأمر الذي حث لجنة المالية على برمجة جلسات استماعا والانتلاق في مناقشة قانون المالية التكملي كخطوة أولى ثم مشروع قانون المالية فكان نقاشا عاما في انتظار جلسة الغد مع وزير المالية يكون قانون المالية التكملي يكون فيه أكثر توضيح فيما يخص التغييرات التي حصلت على بعض البنود ماذا بينا كيف كيف توضيح على الديون المستحقة لكن ما زال ما ده ما تتمش الخلاص انتحها وتأثير ذلك على بعض المؤشرات وخاصة عجز الميزانية وكذلك معناها ثم نقاط نحب أكثر توضيح فيها النواب تحدثوا في الإجمال على ضرورة سني إجراءات اجتماعية لصالح المواطن واقتصادية لصالح المستثمر مشروع مالية تقريبا تلفيقي ما فيش حتى رؤية للدور الاجتماعي للدولة ما زال يضغط على الجيباية ويعتبر أن الموارد متنجمة تكون كان من المسألة الجيبائية وحتى في الجيباية هو قانون غير عادل الحكومة المتخلية من خلال تقليص العجز في الميزانية من عجز كبير بـ 6.9 اليوم في 2020 المبرمج هو عجز بـ 3% معناها اليوم وضعية المالية العمومية بعد ثلاث سنوات بعد تصحيات ما كانت سهلة اليوم الوضعية خير ورأى النواب أن خطط الحكومة ترتكز على دعم الموارد الذاتية للدولة وتطويرها ما يجعلها تعمل على تطوير المداخيل الجيبائية نوابرة وأن هناك إجحاف وهناك مبالغة في ضرب المؤسسات بطريقة هذه الأدات الجيبائية اللي لابد من إيجاد الحل فيها لنا لابد من التفكير في حلول لتوسيع وفق التعاون مع شركاء الاقتصاديين لتونس انتظروا حقيقة أن العمل اللجنة سيكون ثوري بها تم معنى الكلمة على مستوى المفاهيم وعلى مستوى الرؤية للميزان الاقتصادي وتقدر ميزانية الدولة لسنة عشرين وألفين وفق مشروع ميزانية بأكثر من 47 مليار دينار أي بزيادة بنسبة 9.5% مقارنة بالنتائج المحينة لسنة تسعة عشر وألفين المضمنة بمشروع قانون المالية التكملية للسنة ذاتها يشرع أعضاء مجلس نواب الشعب اليوم إلى غاية السابع والعشرين من نوفمبر في إداع التصاريح الخاصة بتكوين الكتل البرلمانية وقد دعا رئيس المجلس راشد الخريجي الغنوشي النواب إلى إداع تصاريحهم بمقتضى اتفاق تم بين ممثلية الأحزاب والاتلافات النيابية والمستقلين على أن يجتمع رؤساء الكتل يوم الأربعاء القادم لتوزيع الحصص والمهام بالنسبة لمسؤولية مساعدي رئيس المجلس بمكتب المجلس وسيتم الإعلان عن تركيبة المجلس خلال جلسة عامة ستنعقد في التاسع والعشرين من نوفمبر الجاري وذلك بعد أن تقدم الكتل أسماء ممثليها في مكتب المجلس في اليوم نفسه دعم منظومة الرقابة العامة وتغيير واقعها لإضفاء نجاعة أكبر على عملها هو الهدف من ندوة وطنية في إطار برنامج شراكة بين الجمعية التونسية للمراقبين العموميين والمركز الوطني لمحاكم الولايات في ندوة وطنية حول منظومة الرقابة العامة الواقع وسبل التغيير أكد الخبراء والمختصون أهمية توحيد هيكل الرقابة العامة وتطوير قدرات المراقبين العموميين لضمان نجاعة أكبر في عملها نحن في تونس عنا ثلاثة هيكل رقابة عامة لاحقا وهي متواجدة في رئاس الحكومة وزارة المالية وزارة ملك الدولة وشؤون العاخرية وهي تختم في نفس الخدمة تقريبا كنا عليش هالتشتت هذية اللي هو ينقص من الفاعلية متاحها الدعم توحيد الهيئة الهدية بيكون فعلة أكثر في مجال مراقبة التصرف العمومي وخدرات المراقبين العموميين الدعم بيكون على مستوى برامج تكوين داخلية وبرامج تكوين إشهادية نلتج فيها إلى خبراء في المجال لتكوين المراقبين العموميين إضافة إلى تشتت الهيئة للرقابية إشتليات أخرى تعيق منظومة الرقابة العامة تم تشخيصها في هذه الندوة مع اقتراح حلول وبدائل من شأنها أن تنهض بهذا القطاع الحيوي من أورس إشكالياتنا هي مسألة الاستقلالية في العالم وأنه مختلف هكالرقابة والتدقيق تكون رجع بالنظر أو تابع وظيفينا لما يسمى بليجان التدقيق ولي هما يكون فيهم ناس يعني من خارج الإدارة اللي طرحناها في أكثر من مرة ولكن ننتظر تفعيلها واللي هي نشر التقارير الرقابية للعموم باش اليوم المواطن اللي هو هذا حق وزده يكون هو عنده عين رقبية نحن نشوف مراجعة للقانون المنظم للهيكل مراجعة للصلاحيات المخولة للمراقبين مراجعة لعلاقة المراقب في الكشف على الفاسيات أبوا الإمكانيات المعنوية والقانونية والحماية الشخصية والحماية القانونية اللي نبش نخدمه مرتحين ويبقى رسم خارجة طريق وفق منهجية مرحلية مع الاستئناس بالتجارب المقارنة ركيزة أساسية في البرنامج الإصلاحي لمنظومة الرقابة العامة حسب تأكيد الخبراء والمهنيين في مشغل أمبيئي وفي إطار اجتماعاتهم الدورية استعدادا لقمة المناخ التي تحتضنها إسبانيا في ديسمبر المقبل عقد مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة الدور الرابع لمقهى النقاش لسنة 19 و2000 اللقاء مثل فرصة لتبادل الأراب بخصوص صبل التصدي للتغيرات المناخية حلقة النقاش في اللقاء الدوري الذي نظمه مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة انطلقت من التغيرات المناخية التي قد تواجهها تونس خلال العقود المقبلة خاصة وأن جل الدراسات بيّنت بأن منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط تعتبر شديدة الهشاشة تجاه الإنعكاسات المتوقعة لهذه الظاهرة العالمية في تونس من المنتظر أن يرتفع معدل درجة الحرارة بين درجة واحدة ودرجة فاسل ثمانية من هنا إلى سنة 2050 كذلك تتمثل في انخفاض معدل التساقطات حيث من المنتظر أن ينخفض معدل التساقطات من خمسة إلى عشر بالمئة في غضون سنة 2050 كذلك يمكن أن تتمثل تغيرات مناخية وتأثيراتها في ارتفاع مستوى سطح البحر من 30 إلى 50 سنتمتر إلى سنة 2050 وأكثر من المناطق التي يمكن أن تتأثر بالتغيرات المناخية هي فم الجزر قرقنا جربة المناطق الساحلية وللوقاية من التأثيرات المحتملة للتغيرات المناخية والتأثيرات على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية تجددت الدعوة إلى ضرورة اعتماد الطاقة المتجددة للحد من انبعاثات الغازات الدفئة الطاقة المتجددة هي من الحلول الجدرية معنى يزمها توصل إلى 30% كما هو مبرمج للطاقات المتجددة في تونس وهي مجال كبير معنى الأفاق كبيرة سواء للتشغيل أو بشبقة والناس في أماكنهم نحن كمركز من دورنا لتطويع التكنولوجيات هذه للمناخ تكوين الناس الصناعيين كل شيء والتكوين هذا يرى وعنده دور هام في كونه كنكونوا الناس نعلموهم ولا نكونوهم في إطار التأقلم مع المحيط الصناعي كيف يختاروا الصناعات اللي يتأثر أقل ما يمكن على التغييرات المناخية اللي يتأثر أقل ما يمكن على الطبيعة اللقاء الذي حذره خبراء في مجال البيئة والتقى في إطار الاستعداد لقمة المناخ مثل أيضا فرصة للنقاش وتبادل الأراء بخصوص عدة مفاهيم على غرار ظاهرة الهجرة المناخية الناجمة عن التأثيرات المناخية نتحدث الآن مشاهدين عن التفولة حيث تحت في تونس مع سائر دول العالم بالذكرى الثلاثين لإمضاء اتفاقية حقوق التفل مناسبة جدد من خلالها عدد من الخبراء وممثلين عن عديد الهياكل المعنية بالتفولة جددوا الدعوة لدعم الوضع الحالي للتفولة في تونس في ظل تسجيل بعض المؤشرات السلبية المتعلقة بالخصوص بتعرض الأطفال للعنف الأسرية نحن الجنرات الجديدة التي تبدل العالم نحن رجال تونس ببراءة الأطفال اختاران يتحدث في ذكرى إمضاء اتفاقية حقوق الطفل فقبل ثلاثين عاماً قد تعاز عماء العالم على أنفسهم التزاماً تاريخياً إن خرطت فيه تونس التي يتواصل فيها العمل على سن قوانين جديدة تحمي هذه الفئة وتدعم مكانتها رغم تسجيل بعض المؤشرات السلبية كبلوغ نسبة تعرض الأطفال للعنف الأسري حسب آخر دراسات المعهد الوطني للإحصاء ثمانية وثمانين بالمئة هناك تنقيح لمجلة حماية حقوق الطفل قاعد ساير دولة عليها أن تأخذ مسؤوليتها وذلك عليش أحنا عنا وزارة تشتغل على الطفولة العنف هذي غير مسموح به فما قانون رأه يجرم العنف ونعاود مرة أخرى والقانون هذي بش نفعلوه لتجريم العنف ضد الأطفال ما مكانا وأينما كان إحياء ذكرى اتفاقية الطفل كان بفقرات متنوعة وحذره خبراء وممثلون عن عديد الهياكل المعنية بالطفولة تونس استثمارت في قطاع الطفولة والوضعية الحالية تقدمت بشكل ملحوظ في التعليم والصحة وهذا لا يمنع أنه ما زال هناك عديد التحديات كعديد البلدان كل الناس تشهد أن تونس لها من القوانين ما يكفي وما يحتاج كذلك إلى مزيد من الإثراء ولكن واقع الحال يبين أننا في حاجة في هذا اليوم بأن نقيم تقيما موضوعيا وأن تتجدد الإرادة السياسية خاصة لوضع الأطفال في الخيارات الأساسية للدولة في ذكرى ثلاثينية حقوق الطفل مكاسب تحصد وأخرى ما زالت تتلمس طريقها نحو تركيز قوانين تدعم مكانة الطفولة في تونس تشغيل الأطفال في تونس ظاهرة آخذة في التزايد رغم التشريعة والقوانين المجرمة لذلك استنتاجات قدمت في يوم دراسي تناول بالدرس والتحليل هذه الظاهرة من خلال نماذج ومعطيات تمارستها في ولاية السفقس ألاف تسرب إلى محلات تصليح السيارات وغيرها من المهن التي تصنف خطيرة على الأطفال وتحت عنوان الحاجة والفقر استبدلوا مداعة المدرسة بالزي شغل في تناقض مع ترسانة التشريعات والقوانين التي تحمل طفولة من شتى أنواع الاستغلال صحيح عنا قوانين رايدة لكن يلزم الواقع متعنا أثبت أنه نلقاو الأطفال هذو ما في عديد المهن الهاميشية في عديد ما نحن تواب جولة في الشارع ما نتبسيطة نلقاو العديد من وضعيات المخالفة للقانون شنو الحل؟ الحل هي تضافر جهود الكل الحل أنه عنا القوانين صحيح لكن تطبيقها على أرض الواقع وتطبيقها على أرض الواقع مش زادة مسئولية الدولة كهو المنظمات الدولية هي مسئولية مشتركة مسئولية وعي جماعي تبدأ من الأسرة 165 حالة استغلال الانقتصادين للأطفال رصدتها الحملة الجهوية خلال العمل موقع باسفاقس ضمن مشروع بروتكت معا ضد عمل الأطفال في تونس الذي اختار اسفاقس وجندوبة لتركيز النماذج التجربية لمعالجة هذه الظاهرة نخذ مثل بقعة جهة معينة في اسفاقس ونمشي وغادي معنا نعين الأطفال وفي برشة مرات ونمشي معناها يتم ضبط أطفال بسدد العمل كل كسواء معناها في ورشات خاصة معناها الأغلبية الساحقة في ورشات متاع الميكانيك والطولة والسلاح السيارات بسفاق معناها تم معناها نتوجه للطفل ذلك ونسئله معناها على جميع وضعيته ومعناها هويته كاملة حاليا نتوى وصلنا تقريبا 176 وضعية بطبيعة يتم زيارتهم بصعوبة كبيرة في الزيارات الميدانية لأننا نلقاوا الصد من المشاغلين ومن بعض الأطراف حاولنا فمتي نحاول إحاطة بالأطفال لذومة في إطار عدتهم المقاعد دراسة وإلا لك أمضاع عقود تدريب مهني ولا تشغيل وإلا كيف يمشي المركز الدفاع في إطار الدورة التدريبية حماية من التشغيل مسار مستشعر عنوان بسيط لظاهرة متشعبة يتدخل فيها الاقتصادي بالتربوي بالخيار التنموي ولذلك حضرت مختلف الإدارات هذا اليوم الإعلامي حول مكفحة عمل الأطفال في السيقس في شأن آخر بهدف الوقوف على الأسس السياسية والقانونية لنظام العدالة الانتقالية ودراسة التجارب الرائدة في هذا المجال ينعقد في تونس المؤتمر السنوي الثامن لقضايا الديمقراطية والتحول الديمقراطي في المؤتمر السنوي الثامن لقضايا الديمقراطية والتحول الديمقراطي التقى أكثر من 52 أكاديميا من 15 دولة حول قضايا العدالة الانتقالية والانتقال الديمقراطي في البلدان العربية السياسة والتاريخ والذاكرة هذا المؤتمر يتناول سياسات الذاكرة كيف يمكن للمجتمعات التي مرت بمراحل الاستبداد أن تعيد بناء ذاكرتها كيف يمكن أن تكون العدالة الانتقالية ملتفتة إلى المستقبل وليست سجينة الماضي الأمر الثالث تقريبا فيه علاقة أيضا بهذه النظرة المستقبلية كيف يمكن أن لا يتكرر كيف يتميز هذه التجربة التونسية؟ أولا بقانون مؤثر دقيق وضعبط لجميع أوجه العهدة ثانيا بربط انتهاكات حقوق الإنسان بانتهاكات الفساد المالي وذي ميزة تونسية ما موجودة في التجربة الأخرى العدالة الانتقالية الواقع والآفاق ولجان الحقيقة في أمريكا اللاتينية بعض من قضايا تناولتها الورقات العلمية المطروحة في هذا الملتقى إنجاز كبير تحقق في الحالة التونسية هناك مناطق الصراعات ليبيا سوريا اليمن لها خصوصية طبعا لأن هناك صعوبة على مؤسسات الدولة الآن أن تحقق في الجرائم المرتكبة إسقاط النظام مسألة أسهل من إعادة بناءه إعادة بناء النظام هي أكثر تعقيدا ولذلك نعاني من المعاناة ولكن على الناس الذين يهتمون وعلى منهم يهتمون بالعدالة العامة العدالة الانتقالية تحويل الدولة الخير العام تجربة تونسية في العدالة الانتقالية وصفها المشاركون بالمتميزة تطرح وتقارن بنظيراتها على طاولة نقاش المؤتمر السنوي الثامن لقضايا الديمقراطية الذي يتواصل على مدى ثلاثة أيام تحت عنوان الاجتهاد في العالم الإسلامي واجب ديني أم ضرورة حضارية نظمت وزارة الشؤون الدينية بالتعاون مع معهد تونس للترجمة عن وزارة الشؤون الثقافية ندوة فكرية في إطار تظاهرة تونس عاصمة للثقافة الإسلامية 2019 واجب ديني وضرورة حضارية هكذا اعتبر عدد من المشاركين اليوم مسألة الاجتهاد في العالم الإسلامي لمواجهة التحديات المطروح والقضايا الجديدة وذلك خلال ندوة انتظمت في هذا الموضوع الإسلام تقدم وعرف الزهار في جميع المجالات الدين وفي العلوم بأنواحها وغيرها باش عرفها بالاجتهاد عمره ما كان دين انغلاق عمره ما كان دين جامد هو دين متفتح متفتح على ما يدور حوله راو الدين تعنا ثابت راو ديننا لا يتغير في أصوله ولكن يتغير في فروحه يتغير شو حسب الوقت والحال والزمان عقيه متخص في الدين يزمو يتعاون مع العالم بصفة عامة المفتي باش يفتي الشخص باش يفتر رمضانهم يفتروش هو يزمو يتفاعل مع العالم مع الطبيب مثلة النمو والتنمية باش نعيشوا بنفس الطريقة اللي عاشوا بنا واجدنا اجتهاد واجب ديني لأن كل المصادر بدءا من القرآن الكريم أجمعت على أن الاجتهاد ثابت من ثوابت الدين سواء في علاقة بالعبادات أو خاصة في علاقة بالمعاملات هو أيضا ضرورة حضارية اليوم وتندرج هذه الندوة التي نظمتها وزارة الشؤون الدينية ضمن شارك القائمة بين وزارة الشؤون الثقافية والعديد من الوزارات والمؤسسة الوطنية وبعض الجامعات في إطار تظاهر التونس عاصمة للثقافة الإسلامية 2019 شراكة متع وزارة الشؤون الثقافية مع باقي الوزارات من خلال البرمجة اللي صارت في حق الأمر في مستوى المهرجانات الصيفية في مستوى الندوات الفكرية واليوم من بين الندوات الفكرية هذه هي ندوة الاجتهاد في الفكر الإسلامي هذه الأنشطان مش تواصل إلى غاية آخر ديسمبر من خلال عديد من المعارض العروض الفنية أيضا الاهتمام بالمعالم الأثرية خاصة المعمارية الإسلامية المتواجدة في مدينة تونس وأيضا بعض المدن داخل الجمهورية وتختتم فعالية تظاهر التونس عاصمة للثقافة الإسلامية يوميا 17 و18 من الشهر القادم تحدث رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم بقصر قرطاج مع كاتب الدولة للشؤون الخارجية المكلف بتسيير وزارة الشؤون الخارجية صبري باشتبجي الذي أثاد بأنه قدم لرئيس الدولة عرضا حول نتائج مشاركته في الندوة رفعة المستوى للشراكة مع إفريقيا في إطار مبادرة الميثاق مع إفريقيا ببرلين كما أحاطه علما بفحو اللقاءات التي أجرها بالمناسبة مع عدد من رؤساء وفود دول صديقة والذين ثمنوا المسار الديمقراطي لتونس وأشادوا بنجاح الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة مجددين مسندتهم لدفع نسق النمو والتنمية بالبلاد التونسية وأضف كاتب الدولة المكلف بتسيير وزارة الخارجية أن اللقاء مثل مناسبة لاستعرض أبرز المواعيد الدبلوماسية القادمة وفي مقدمتها الاجتماع الطارئ لجامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية بالقاهرة حول الأوضاع في فلسطين وضرورة دعم الشعب الفلسطيني الشقيق كانت فرصة أني أطلعت سيادة رئيس الجمهورية على الاستحقاقات الدبلوماسية التونسية في المرحلة القادمة والاستحقاق الذي يجينا مباشرة بعد أيام هي المشاركة في الاجتماع الوزاري الطارئ في القاهرة للتباحث حول مسائل مستجدة في الوضع في الفلسطين وخاصة الوضع الذي يتعلق بالوضعية الاستيطان ومن المهم أيضا أن نقول ونأكد أن تونس مواقفها ثابتة من القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني الباسل للحصول على حقوق المشروع القضية الفلسطينية كانت أيضا على رأس المحاور المطروحة للنقاش في مجلس الأمن الدولي في جلسة تم التطرق فيها لتحول الموقف الأمريكي من المستوطنات الإسرائيلية والإقرار بأنها لا تتعارض مع القانون الدولي أكد أعضاء مجلس الأمن الدولي عدم تغير موقفه من زاء المستوطنات الإسرائيلية في عقاب قرار واشنطن والتي دفعت عن نفسها في الأمم المتحدة إزاء معارضة قوية من الاتحاد الأوروبي والقوى العالمية الأخرى لإعلان إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنها لم تعد تعتبر المستوطنة الإسرائيلية انتهاكا للقانون الدولي ولذى تعارض في حد ذاتها مع القانون الدولي موقف رحب به المحتل الإسرائيلي لأنه لقي هيدانة من الفلسطينيين والقادة العرب تأتي الإدارة الأمريكية مرة أخرى بإعلان غير قانوني آخر حول المستوطنات الإسرائيلية غرضه القضاء على أي فرصة سانحة لتحقيق السلام والأمن والاستقرار لمنطقتنا وشعوبها إننا نرفض وندين بأشد العبارات هذا الإعلان غير المسؤول وغير الشرعي تحول موقف السياسة الأمريكية والذي فسر على أنه ضوء أخضر لبناء المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة التي يريدها الفلسطينيون جزءا من دولتهم المستقبلية تعرض الانتقادات من الاتحاد الأوروبي ومجموعة من عضاء مجلس الأمن بما في ذلك روسيا والصين فسفرة بريطانيا لدى الأمم المتحدة وبالنيابة عن بريطانيا وبلجيكا وفرنسا وألمانيا وبولندا أكدتنا كل النشاط الاستيطاني غير قانوني بموجب القانون الدولي وهو ما سيتسبب في عدم إمكانية تطبيق حل الدولتين وأفاق التوصل إلى سلام دائم موقفنا من سياسة الاستيطاني الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومنها القدس الشرقية واضح وما زال لم يتغير وكل النشاط الاستيطاني غير قانوني ويقوذ إمكانية حل الدولتين والسلام الدائم كما هو مقرر في قرار مجلس الأمن الدولي وفي كلمة عدد من مندوبي وممثليات دول في مجلس الأمن جرى التجديد على أن الأنشطة الاستيطانية غير قانونية بحسب القانون الدولي والدعوة إلى العودة للمفاوضات والسعي نحو تحقيق سلام شامل وعادل والوصول إلى حل الدولتين هذا كما أعرب مندوب دولة الكويت عن رفض مساعي شرعانة السياسات الاستيطانية والتي تشكل انتهاك للقانون الدولي في جديد الوضع في بغداد أفادت مصادر أمنية وطبية أن أربعة أشخاص قتلوا وأصيب ما لا يقل عن 48 آخرين اليوم بعد أن أطلقت قوات الأمن العراقية الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين بالقرب من جسرين رئيسيين بالعاصمة وقالت مصادر بالمستشفى إن بعض المحتجين أصيبوا بالذخيرة الحية في حين أصيب أخرون بالرصاص المططي وقنابل الغاز ولا يزال المحتجون يسيطرون على أجزاء من ثلاثة جسور رئيسية وسط بغداد تؤدي إلى المنطقة الخضراء التي توجد بها مباني حكومية وصفارات أجنبية في أخبار الرياضة حدد المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم العاصمة القطرية الدوحة مكانا لإقامة مباراة كأس السوبر الإفريقي التي ستجمع الترجل الرياضي بطل كأس رابطة الأبطال بالزمالك المصري بطل كأس الكونفيدرالية وسيقام اللقاء في الرابع عشر من فيفري المقبل رياضيا دائما تستأنف بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم نشاطها نهاية الأسبوع من خلال مواجهات الجولة التاسعة حيث تدور بعد غد السبت مباريات الدفع الأولى عندما يستضيف النادي السفاقسي نادي حمام لمف ويحل المتصدر الاتحاد المونستيري ضيفا على اتحاد تطوين على أن تستكمل الجولة يوم الأحد حيث يباري اتحاد بن جردان النجم الساحلي ويستضيف مستقبل اسليمان الملعب التونسي ويلاقي النادي البنزارتي هلال الشابة وتواجه شبيبة القيروان نجم المتلوي فيما تأجل درب العاصمة بين الترج الرياضي والنادي الإفريقي إلى موعد لاحق ختم النشرة وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها الأوضاع الأمنية والعسكرية المحلية والإقليمية أبرز محاور اجتماع المجلس الأعلى للجيوش بإشراف رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المراقبون العموميون يؤكدون ضرورة توحيد الهياكل الرقابي الثلاثة في تونس لضمان عدم تشتيت مهامها وتكريس استقلاليتها معارضة شديدة في الأمم المتحدة وانتقادات أوروبية لتحول الموقف الأمريكي من المستوطنات وبإمكانكم مشاهدين متابعة هذه النشرة والمزيد من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية شكراً على المتابعة وأجمل تحيات قسم الأخبار إلى اللقاء اشتركوا في القناة